السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك والشرق في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إن كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شلحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات المعقلة له بإذن الله تابعنا استفادوا من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها مباراة خواه جدا ومن الأرى الساقيلة تجمع بين منتخبين الجزائر وليبيا في إطار نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة الطائرة العام عشرين ثلاثة وعشرين المقامة على الأراضي المصرية وصعد المنتخبين إلى الدار نصف النقاء على حساب كل من منتخبه رواندا وتشار وأسعى المنتخب الجزائر الى تحقيق اللقب الثالث له في تاريخه في هذه البطولة بينما يسعى المنتخب الليبي الى تحقيق أول لقب له في تاريخه في هذه البطولة وتقام المباراة بين المنتخبين بمجمع السراط باستاذ القاهرة اليوم الاسنان الموافق احداشرة تسعة العام عشرين تلاتة وعشرين في تمام الساعة ثالثة عصرا بتوقيت تونس والجزارة المغرب الرابعة عصرا بتوقيت ليبيا الخميسة مساء بتوقيت مصر ونفس التوقيت الخميسة مساء بتوقيت كل من مكة المكرمة والعراء وسوريا للبنان وفلسطين السادسة مساء بتوقيت الامارات العربية ويمكنكم مشاهدة او متابعة المباراة عبر قناة ان تيمس بورت الموجودة على امر سبع درجة غربة على التردد تظهر امام حضراتكم في الفيديو ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الاحداث الرضاية اضغط لايك واشريك في القناة وفعل الجرس علشان اوصل لكل جديد معاطب تمنيات المنتخب الجزائر الشقق بالتوفيق وتمنيات الجماعة والشادة ممتعة واشوفكم على خير في علاقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته